المحلية وبعد إشراف ومتابعة من مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيسمسلت نجح أحد المستثمرين الخواص في توسيع استثماره إلى مزرعة نموذجية على مساحة 50 هكتار للإنتاج الفلاحي منها مساحة خصصة خارج القمح والشاعير وقد أحصت مديرية المصالح الفلاحية 6 ألاف هكتار مسقية بالولاية في حين تم وضع برنامج إلى غاية سنة 2019 للوصول إلى سقي 10 ألاف هكتار محمد أغولاي شار صدتالي نعرف بلي ولاية تيسمسلت هي ولاية فلاحية وخاصة تتميز بزراعة الحبوب وتربية الموش أما هذه المزرعة يعني رأى فيه تغيير تأنامط تغيير تأنامط بفضل هذا المستثمر النموذجية يعني به الناس تشوف باللي نجم ونطوروا زراعات استراتيجية بمحاذاة السدود اللي عندها لتكسبها الويلة نحن في السنة هذه يعني رأى عدنا عدنا مساحة مسقية حوالي 6 ألاف هكتار وعندنا استراتيجية لـ 2019 إن شاء الله هم فوتوا لـ 10 ألاف هكتار مسقي مننا إلى 2019 شكرا للمشاهدة